طيب خلينا نروح بعد كده ليه خبر في تنس الطاولة تنس الطاولة الاهلوية دايما يعني بتقدم كوادر فيه كل الأفرع يعني لعبين مدربين إداريين دكاترة لمنتخبات مصر وأكبر دليل خبرين الأولى خلينا بيدي بالسيدات السيدات فيه مجموعة كبيرة جدا من نادي الأعلي شاركوا مع منتخب السيدات شاركة ماري من هضيبي شاركة هانا جودة دينا مشرف حتى لعبتنا المحترفة بالخاري في ألمانيا أيضا شاركة ماري والهضيبي أيضا شاركة يعني فيه مجموعة كبيرة من اللاعبات شاركوا في بطولة أفريقيا ولكن الحمد لله بفضل الله نجحت أحدهن أحدهن وأصغرهن على الإطلاق هنا جودة أنها تتوج ببطلة أفريقيا بعد ما لاقت مين في النهائي دينا مشرف يعني صاحبة الخبرات الطويلة وبطلة أفريقيا في قبل النهائي قبلة دينا مشرف في النهائي قبلة بطل نيجيريا على أقصد هنا ولكن استطاعت في مبرامة روثونين تفوز في قبل النهائي على دينا مشرف وتطلع في النهائي تلاعب بطلة أنجولا وتفوز عليها فاطيمة بيلو بطلة نيجيريا وأحد أفضل اللاعبات في أفريقيا وتفوز عليها أربعة سفر ودي طبعا هنا توجد بالبطولة كأصغر لعبة في التاريخ 14 سنة وعدة شهور هنا اللي انتوا شايفينها في الصورة بسم الله ما شاء الله 14 سنة وعدة شهور كأصغر لعبة في التاريخ في التاريخ تتوج ببطولة أفريقيا للسيدات لتنس الطولة هنا متتصدر التصنيف تحت 15 سنة على مستوى العالم فانهي النهاردة تكسب وتكسب مصنفة كبيرة زي دينا مشرف الحقيقة كل التوفيق لهنا فرحتنا كتير وانبارح كل الصفحات بتكلم انبارح السوشيال ميديا هانا جودة صاحبة الـ 14 عام التي لم تتم حتى الآن عامها الـ 15 قلبت الدنيا بمعنى قلبت الدنيا حرفية العالم كله بيكلم عن هانا جودة بطلة أفريقيا في الوقت اللي عندها 14 سنة بالمناسبة كان حامل اللقب السنة اللي فاتت كانت مريم الهضيم أيضا لعبت النادي الأهلي وكانت كسبت أيضا هانا تقريبا في قبل النهائي وصعدت وفازت يعني النادي الأهلي دايما بيقدم أبطال أفريقيا في كل الألعاب خاصة تنس الطولة وطبعا مش محتاجة تكلم عن دينا مشرف دينا مشرف سفرتنا في ألمانيا واحد أفضل لعبات التنس الطولة على مدار التاريخ وعلى ما أتذكر توجد ببطول أفريقيا خمس مرات يمكن أو ست مرات سبع مرات صح سبع مرات دينا مشرف توجد ببطول أفريقيا يعني معها اللقب ده سبع مرات دينا مشرف حدث ولا حرج من أفضل اللعبات في تنس الطولة التي جاءت في تاريخ مصر ترجمة نانسي قنقر